دعوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام لأتمان الأكملان على محمد المصطفى وعلى آله وصابه وسلم تسليما كثيرا إخوة العفادل أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتكوه وراقبه وأخلص لولا إبادا يقول الله عز من قائل فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نص ما كسبت وهم لا يظلمون إخوة الكرام فمعدو خطبتنا اليوم إبارة عن فضل لاستكفار وأهميته معاشر المؤمنين فلما كان من سيمة الإنسان أن يطيء الله ويعصه فمن تمام عدله وحكمته أنشر الاستكفار والتوبة والإنابة ما أعظم رحمة الله وفضله ألا إبادي أصيا فصبر استكفر وقفر نصيا وذكر أخذ وأعطى أصيا فألهم وتاب وسطر جل جلال سبحانه إبادي الله إبادي الله إلموا أن التوبة والاستكفار من أعظم ما عنم الله بألا إبادي المؤمنين والمؤمن والمؤمن كلما أضنب تاب واستكفر وندم وكلما أضنب ندم وأخفى وبكى وخاف وهذا علامة كبرى من علامة الولاية والقربان إلا الله سبحانه والله خلقنا نحن بن البشر بصفة العدمية ولا لا بصفة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون وما خلقنا كالحوانات والدواب يأقلون وينامون ويتمتعون ولا يحاصبون والعاصي بعيد عن ربه حتى يستكفر ويتوب ويندم وقل يأمرنا الله سبحانه في محكم تنزيل أن نستكفر الله تعالى من كل الذنوب واستكفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وقول ويا كوم استكفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزركم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين إباد الله فيا بشر للذين قرب لقوا كمة في المعاصي فرطوا وأفرطوا وأصرفوا وراء أنفسهم ألا يأسوا ويقنطوا من رحمة الله لأن الله يكبر الظنوب جميعا يقول الله تعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا وراء أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يكبر الظنوب جميعا إنه والغفور رحيم جاء في الحديث الصحي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستكفار جعل الله له من كل ضيك مخرجا ومن كل هم فرجا ورزكه من حيث لا يحتصب رواه أبدعون أقول ما تسمعون وتعود وأستكفر الله لي ولكم فاستكفروا من كل ذنب إنه كان غفارا ودودا الحمد لله وكفة والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه واكتفى عباد الله يقول الله تعالى إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صلوا عليه وسلموا